إن هذه الآية تقدم لنا أعظم علاج وأعظم شفاء للقلوب المظلمة إن هذه الآية أعظم اختبار يتم قبل الوصول إلى السماء إن هذه الآية تقدم لنا أعظم ضمان حياة الله في كل مؤمن تظهر بكمالها إلى حصول القيامة حياة الله أحبائي تبتدي في داخلنا بإيماننا بالرب يسوع المسيح ولكن أحبائي هذه الحياة تستمر إلى أبد الآبدين تعرفوا أحبائي واحدة من الآيات الجميلة جدا في رسالة الرسول بولوس لكنيسة فليبي إصحاح ثلاثة مكتوب آي عشرين فإن سيرتنا نحن هي في السماوات جنسيتنا مواطنتنا التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء وهذه الآية بتتمشى مع كمان رسالة بولوس لكنيسة روميا إصحاح تمانية والآية تسعة عشر لآية الثلاثة وعشرين فإذن أعظم ضمان قال يسوع المسيح الذي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ثم قال ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي وقال أيضا في يحنى خمسة أربع وعشرين الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية له حياة أبدية ولن يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فهذه الآية تقدم لنا الحياة الأبدية تقدم لنا ضمان الحياة الأبدية إن هذه الآية تعتبر أعظم علاج من سم الخطيئة في نفس الإصحاح في آية أربعة عشر اقتبس يسوع حادثة في العهد القديم عندما تمرد الشعب على الرب وأرسل الحيات ولدغتهم الحياة وكثير عدد كبير كان يموت ولما صرخوا وموسى صرخ للرب قالوا اسمع راية حي نحاسية وكل من ينظر إلى هذه الحياة يحيا والرب يسوع قال هذا الشيء عن نفسه وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في العهد القديم كان مجرد النظر بناله الشفاء والحياة ضد الموت في العهد الجديد أحباء النظر إلى عمل يسوع على الصليب بشان هيك الشيطان بيكره الصليب وأولاده بيكرهوا الصليب مشان هيك أحباء الصليب هو العلاج الإلهي العلاج من سم الخطية ثم أحباء هذه الآية أعظم أجمل أمثل أكمل خطة للخلاص في آية وحدة بتقدم لنا كل موضوع الخلاص تلخيص مخطط الله للخلاص من الجلد للجلد موجود في هذه الآية ولكن هذه الآية أيضا أحبائي ممكن اليوم تعمل أعظم قرار أعظم اختيار هكذا أحب الله العالم فماذا تقرر وماذا تختار اليوم وصلي من كل قلب أنك تختار الحياة تختار يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة